برشلونة شقيتونا شكل برشلونة تعبتونا هاي السنة فزنا عليكم مرة واحدة و شقيتونا ثلاث مرات او فيه توقيبيني هنا عشان تهزئوني فاليوم راح افوز عليكم موت الدلل موت الدلل موت الدلل لك موت الدلل مرحبا صدقائي لو صوته يعلم فوق صوت الكلاسيكو الخامس هذا الموسم والرابع في عام 2023 الكلاسيكو ايوب كأس الملك والفائز منه تقريبا راح يكون بطل كأس ملك اسباني فخلينا عسري عن فقفك المباراة بس قبل لانتهي الفيديو اتأكد انك مشترك في القناة دعي سلايك و انفعل جرس التنبيهات خلينا انطلق كلاسيكو اليوم هو اخر فرصة لأنشلوتي امام شافي أنشلوتي اللي فاز على شافي هاي السنة مرة واحدة فقط و خسر في ثلاث مواجهات وهي المواجهات اللي خسرها امام شافي خسر بهم بطلتين كأس السوبر والدور الاسباني ففي حال خسر مواجهة كأس ملك معناها انو انشلوتي خسر جميع البطولات المحلية لتشافي هذه السنة وهال بحث ذاته كارثة اهوووووووه اهووه بينات الفضايح واه ففي مباراة اليوم لا مجال خسارة والتأهل هو الخيار الوحيد للريال ولي انشلوتي مو تالليل بل فيهم الثلاث عشر يواجهت ثلاث مرات خسرت أكل slate انشت اللاكين أما من ناحية جافي فهو داخل بثقة أكبر فريق حاسم الدوري هديها شوي هديها لأن الكرسي بينشج تحتك خارج من جميع البطولات الأوروبية ما عنده شي بس كاس الملك الرقزة عالية ومتفوق نفسيا بآخر ثلاث كلاسيكوات لكن هناك نقطة واحدة مختلفة بهذه المباراة عن باقي مباراة ريال مدريد و برشونة هاي السنة انه هاي أول مباراة البرشونة هالموسمي يدخل هو المطالب بالفوز وهو اللي عنده شي خاف يخسرها بالعادة ريال مدريد هو المرشح الأول فوز الفريق اللي كان فايز على ليفوربول 500 أولي فريال مدريد كان دائما هو المرشح الفوز فهذه المرة هي أول مرة هالموسم برشونة يدخل هو اللي عنده ثقة هو اللي مسيطر هو المطالب بالفوز ومباراة في الكاملون شكرا يا الله شكرا يا الله فبالنسبة ريال مدريد هاي نصطرح تكون إيجابيا أنه يلعب أرض برشونة يعني منطقي يقول أنك تلعب أرضك أفضل ويت لأني أنا والله رايح بحالة ريال مدريد و برشونة يلعب أرضه الثاني تكون أفضل إنهم فهذا شيء جدا غريب فمثل ما قلنا برشونة هو المطالب بالفوز وبرشونة خايف على التقدم اللي حققت بنتيجة الدهار وممكن راح تكون نقطة سلبية لبرشونة ونقطة إيجابية ريال مدريد إنه ريال مدريد يلعب وما خسران شيء أنا خسران خسران بكل حوال لازم أفوز لكن برشونة يلعب على نتيجتين سوى أني حافظ على الواحد صفر أو أني أفوز دروح أم وروح روح أم وروح روح لا أخلي الناس تضحاك عليك روح بعد لسهوي وهذا يلعب النقطة الثانية راح تأثر عن مبارته وهي التشكيل الأساسية للفريقين والغيابات بالنسبة لبرشونة راح تكون غيابته بيدري عثمان ديمبلي وفرانك ديوم اللي صاب مؤخرا لا تخلوه لقلوني أشكه دومي بالنسبة لريال مدريد الغياب الوحيد راح يكون غياب فيرندا مندي واللي راح يغيب النهاية الموسم على أغلب مثل ما قاعد نشوف بسبب الإصابات برشونة متضرب أكثر لكن برشونة تعودها الموسم يلعب بإصابات هواي لهذا السبب ما أتوقع الإصابات ستأثر هواي على برشونة بالنسبة لحادة الفريقين بالنسبة لبرشونة فاز بآخر مبارات 4-0 وذلك داخل بحالة نوعا ما جيدة جميع اللعبين خط الهجوم سجلوا في المبارات لخلال ذلك برشونة من على الأغلب سيبدأ بنفس خط الهجوم اللي بدأ أمام ميوركا بالنسبة لريال مدريد فاز 6-0 على بلد الوليد بمبارات شهدت تسجيل بنزيمة هاترك دائما بنزيمة يقول أنه أنا برمضان ألعبه فضل لأنه دائما أحس بالثقة والأمان وأنني أنا مسيطر فبالتالي هل هي بداية بنزيمة على الموسم وانطرقته مثل ما حصل بالموسم الماضي لا ختمتك ختمتك وشفنا نشوتي عمان بلد الولد يبدأ بتشكيله نوعا ما غريب عن ريال هالموسم 4-2-3-1 وبدأ بأربع لاعبين بخط الهجوم وشفنا ريال يريح مودريد وفالفيردي استعدادا نيكلاسيكو لكن علغ لبريال مدريد راح لعب تشكيله 4-3-3 اللي اللعبها من برشواني مع تغيير في شكله أثناء المباراة لكن التغييرات المفاجئة راح تكون في تشكيله برشواني حيث أنا متوقع شخصيا أنه إيريك غارسيا راح يبدأ مباراة أساسي سواء كقلب دفاع أو كلعب خط وسط ممكن برشواني ينعب 4-3-3 لكن معلاء بين ارتكاز بوتسكيتس وإيريك غارسيا وقدامه بفرانك كيسي هذه راح تكون مجازفة شبيرة ومخاطرة من شافي أن يبدأ بإيريك غارسيا بمركز غير متعود عليه كخط وسط متأخر أو حتى قلب دفاع بمباراة مثل كلاسيكو إيريك غارسيا من أفضل مدافعين اللي يجدون بين اللعب لكن كمدافع في حد ذاته مو مدافع سوبر طيب طيب الآن خلصت التتمثلت خلاص كافي نشافي النقطة الثانية بالنسبة لبرشواني هي تخوف حول مشاركة أو جهازية أراوخو أراوخو ممكن يلعب كل أحوال وأتوقع أنه سيلعب لكن لا سيكون جاهز 100% لأنه اللعب تصاب بأخر مباراة يا الله مقدار الرجول عندك لذلك برشواني داخل والضغوطات كلها عليه بينما ريال مدريد يلعب مفتاة أنا ما خسره ومع عودة كريم بنزيمة فورمته واستعادة فورمت أسينسيو ورودريكو وثبات دينيسوس جونيو الخرافي والمستوى الراعي اللي قاعد يقدم وتشواميني وكما ذنكا أتوقع أن ريال مدريد راح يفوز على برشواني في هذه المباراة حقود الحقود يا التاسر يا الحقود ورح يتأهل إلى نهاية الكاس الملك والله أعلم حقود أنا كلما أتوقع فوز ريال على برشواني نخسر وكلما أتوقع فوز برشواني عن ريال يفوزون فبالنسبة لي مثل ما قد أتوقع فوز ريال مدريد بنتيجة خين قول ثلاثة واحد وبالنسبة لك انت اكتب لي في الكومنتات من تتوقع إذا علم تريد له برشواني موت الدلال شعر نواتك ريسيتو أشوفك بالفيديو الجاي سلام